انا سبن عبدالله بمساعد الأنزي من السعودية هرياض بدأت كتابة الشعر من عمر مبكر فكان عندي هذا الشغف الشغف تحول إلى كتابة والموهبة متجذرة منذ البداية يعني كنت أكتب على بيت بيتين ثم بعدها انطلقت يعني في عالم الشعر بالنسبة لي مكان اللي أحب أكتب فيه الاصطابل الاصطابل اللي أحب أكتب فيه وعيش الأجواء فيه لأن تشعر فيه بالنخوة تشعر فيه وفيه كلام للعرب سابقا تقول أن ما فيه عربي يعتلي صهوة جواده إلا يشعر بنخوة في نفسه كيف بالشاعر لما يجي عند الخيل وينظر إلى جماله في هذا الوقت وفي هذا المكان يستشعر الشاعر النخوة والعروبة وتتجسد مع روح القصيدة أنا جابيني فرقة مع الخيل لمدة يمكن ثلاث شهور أو أربعة شهور بسبب وعكة صحية ما تقدر تجي للخيل ولا أمتطي صغوتها فكان هذا موقف مؤثر بالنسبة لي وكتبت عليه قصيدة منذ الصغر وأنا عشق روح المنافسة يعني أنا نشأت في بيئة تحب التمييز تحب المنافسة فلذلك أنا من عشاق المنافسة ومن المجدين لها بإذن الله ويبهن ذلك بإذن الله المشارك حنانيك لا يرسل غيابك سهوم الشوق أنا شاعر النفسه على حزن هماره خذت به يدين الذكريات وسماء أبروق من البارح دموع التباريح مدراره مطرها يسيي الوادي المنطق المنطوق مسيل يهد خيامه ويحطب أشجاره يشوف الفرح لطق بابه وهو مخنوق بخيل يعشي بالمعاذير زواره يشوف الفرح لطق بابه وهو مخنوق بخيل يعشي بالمعاذير زواره يليت ابتسامات المشاعر بضاعة سوقه وأقلها يليت الهم كفاره تقول أصوى كان طلاب ثار وسليل عموق يردونه بقول الرجاجيل عذاره وهو وده بكسب الجميلة وفك العوق ولا وده أنه يقبل العذر في ثاره مصارع مداغيش الهقاوي على الشاهوق مصارع جيوش تلحق الغاره الغاره مصارع مداغيش الهقاوي على الشاهوق مصارع جيوش تلحق الغاره الغاره أنا وليالي كل ليلة لنا طاروق نغني على موال الأيام دواره عليك العوض يا فالق البذر للزملوك عسى خافقي يزهري بشيحه ونواره تخيرت والإنسان مهما كمل مخلوق بمر خالقه والخير فيما الله اختاره سرقني وكان السارق أغنى من المسروق هو أول خطأ تصحيحه بكثر تكراره سرقني وكان السارق أغنى من المسروق هو أول خطأ تصحيحه بكثر تكراره ونسب مسيعد لبن مالك ولا فاروق إذا هام ينبونك عن الغي سماره هزبرن وثبوثبت معزه وجام من فوق زمر يوم شاف أن الره يجي لزماره غواء في تهاتيه الشعي الجرحه المفتوق قبل تلتقط يوسف معانيه سيارة حلم في وضيفة كابتن ومنصب مرموق ولكن غدا طيار من دون طيارة غواء في تهاتيه الشعي الجرحه المفتوق قبل تلتقط يوسف معانيه سيارة حلم في وضيفة كابتن ومنصب مرموق ولكن غدا طيار من دون طيارة حبيبي ولو ما كان لك عاتق منتوق ولا فيك غض تخفي الفتنة هزراره ولا عينك بدعجة ولا قد كم مشوق أحبك عسى يعطيه على وصلك بشارة ومثل ما يحس العاشق بنظرة المعشوق صمتنا ولكن نظرة العين فرشارة سلام يا سلام شكرا أنس صح لسانك الأبدعة قدمت قصيدة عنوانها متاهة حلم هل نسمع لي أراء لجنة تحكيم وأبدأ مع الأستاذ فهد عافت رايك بمتاهة حلم الحقيقة إذا كان هذا شاعر نفسه على الحزن أماره فله قصيدة أنفاسها على الحسن أماره وأميره الشاعر يتدلى ويتجلى في قوله يشوف الفرح لطق بابه وهو مخنوق بخيل أن يعشي بالمعاذير زواره هذا شعر جميل منطلق أنا عند بيت اللي فيه ونس بن مساعد لبن مالك ولا فاروق إذا هام ينبونك عن الغي السمارة بالنسبة لي انتهت القصيدة هنا يعني صحيح في بيت فارق وشارق رح يجي بعد شوي اللي فيه يوسف معانيه لكن القصيدة أصبحت لها مفردات مكتبية غريبة عن النص اللي أنا سمعت إلى هذا البيت مثل وظيفة كابتن منصب مرموق طيار طيارة أصبح في جو ثاني صحيح نفس الوزن صحيح نفس القافية لكن إلى أن نصل إلى غوى في تهاتيه الشعر جرحه المفتوق قبل تلتقط يوسف معانيه سيارة أفق عالي متجلي وأنا أقول لك يوسف معاني هذا الشعر سيوزر على خزائن الأرض حين ينضب الخيال شكرا جزيلا لك سيد فهد عافت نسمع رأي الشاعر سفرت غيلبي رأيك بقصيدة متاهة حلم مرحبا يا أنس موهبة حقيقية تنبيب ظهور شاعر حقيقي وبيت إذا كان قصدك الشعر فالبيت هذا عظيم قصيدة الحالة إذا كان القصد الشعر سرقني نعم سرقني وكان السارق أغنى من المشروق هو والخطأ تصحيح بكثرة تكرارة إذا كان القصد الشعر هذا بيت عظيم وقصيدة الحالة يكفي عن قصيدة لو ما جيتم شارك غير بالبيت ذا يكفي الله يرسى قدرك الملاحظات يمكن أختلف مع الأستاذ فهد بخيل أن يعشي بالمعاذير زوارة الزوارة عادة يكونون من بعيدة ومن قريب قد يكون الأخ والابن والقريب زاير فلو قلت بخيل أن يعشي بالمعاذير خطارة هالخطار هم الضيفان القريب يمكن يعشيها المعذار إذا كان أخو ولا ولا دعم ولا ماين يعشيها المعذار فخطارة أبلغ هذا ما عندي وقصيدة شامخة وبيتها عن قصيدة وسلامتك الله يرفع قذر شكراً اسمع راي الشاعر متغم وشيبة يا مرحبا يا مرحبا يا نس سبق الله يرفع قذر القصيدة ثوب خامته من أفضل الخامات لونه من أفضل الألوان جودته ما عليها كلام بس الخياط يبدو أنه ما خد راتبه الشهر هذا مشكلة والله معطي راتبه وافي ما عليه القصيدة ما عليها كلام لكن نصيحتي لك نصيحة أخو ومحب ومعجب في نفس الوقت أنزل الكلمات منازلها فقط والله يبيض وجك الله يبيض وجك ووفقك سوف أفضل سوف أفضل